السلام عليكم سلام عليكم اليوم اتركوا فيديو جديد من المشاركين وصفة لتطويل الشعر لأن المشاركين يتجب أن تكون على المشاركين وعندما يتجب أن يكون نحن أشعر طويل ومشي قد تعديت ومشي تقطعته ومشي تقود على المشاركين ويجدون أن أخبروا احدتها يأطيقاً بالنسبة للمسيق وأنا لقد قطعتها لن يدخل على البيئة مجدد قطعته وخرجت علي اطفق بلد وكتلة قطعتها بسير كما نقول لكم الكوافورة البناد النصيحة اللي غادي نصحكم إذا لمشيت عند شي كوافورة نقول ليها كونكوتشية اللا الموس اللا قولها دائما تقطع ليك بالمقص فاش كي كونكي تقطع بالمقص كي شيوية مهم صحي عرفتي الموس غير يمسلك الموس الشعر ديالك صافي تعويلي غيو اللي خفيف غيو اللي غيو اللي غيو اللي ما كي يطوالش غيبقى دائما في هذا التقديم بالنسبة للبنات للناس اللي اللي بغيين يديروا شي تقطع في شعر ديالهم وما عارفين انا غا نصحكم مناصحة على تشي على تجربة عن تجربة تقطعات اللي تقدروا تقدروا تقطعات اللي تقدروا تقدروا دائما نصحكم للبنات انا ندمت واحد الندم يعني واحد الندم شا نقول لكم تقطعات اللي كما كنت قل في المغرب اوفيلي يقول لها دياليا اوفيلي اللي كنت قلوا اللي أعني كانت قولوا لها كونكباس هذه الأشعار تقوم بقاطع شعران لكن اشعر قد تنزل في الأول يعجبك أن تقول لي كيف يبني كثير بالتصورة كثيرة وكيف يبني تدريجة وعرين وكيف يعجبك الصمانة الأولى من بعد كيف يبقى يطح لك الشعر وكيف يطح لك شعر لك وكيف يبني فكيف بزف والشعر لك ان تقوم باقي لست أخرج إلى الأول إذا لم تكن تطع لك علاج لا تتسجع عليك بمثل المثلات بل مبارك طوال ومختلف كما أخبرت تلكم مبارك قطعتني أقعدتني بمثلات المثلات أليس كنت أعرفه بحالي بحالكم قد 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 تكون أخطتها القطعتها بمثلات المثلات ومن بعد أن ترى أن أتضمت و لم اعرفة سأبكي و لم أعرف ماذا نجعل و نعيشت على بوليس و ماذا نجعل فم تعرفتها رجعتني في الحلق و رجعتني حتى الكثاف بقدر ما ترى في هذه الصورة و كنت أعرف الكثاف و قدرته لها طويل و انا قلت لها أحد و تشتك الشعر المحروك لم أفهمت أن الاستمرار بعد الكوفورات لا يقوم بي و لم تكن يقل لها أحد اذا ألعبت هذه الشعر مقطوع بقوة عربية وكبيرون اصدامتها وليس تكون لدي شعرين ويكون المشكلة إذا كانت شعر افريقيا يكون سوف توقفي وقفلوا بشيش وشيش أو البلانتزاء ومع ذلك المستقبل في طائرات وانفق الشعر تنفق في السبع ويساعدوا بأن تقوم بشيش ومع ذلك وخصوصا إذا قطعت القصة ناري اختي تطلع هذه القصة بحل المعزاة والعطرس تبقى طالعة هكا ونهار الأول فشكت تديرها هكا تعجبك النهار الثاني منك تتحرق بكتر البلانتة ودك شيء تبقى واقفة ما كتبغي الدور ما كتبغي إلا دورتها الدور لك هكا ما عفتان اتك شيء بقى واقف مهم عفتيها واحد المرة في حياتي اللي قطعت القصة وندمت حياتي كاملة انا قلت لها ما تفوتيش فوق الحجبان ويقدرتها لي بحال دوك الشينواء دوك الشينواء اللي كانين في الجبال كيكون عندهم واحد القصة قصيرة بزاف بحال كيف رجعتني بقيت غياتي بقيت غياتي جمعها بالفلية اللي كانت دير 800 فلية الفقرة غياتي جدلي هذه القصة ومع البناتك كيما قلت لكم هذه مدة طويلة ما عمري ما قطعت شعري لاش حيات شغان قول لكم تصدمت من هذه القطاعة بقيت كان دوي فيه وده اريد لكم دوك الشينواء اللي كامل داوت بشعر دي لباش طوال يعني باش طوالية شوفوا كيف ما كان صورة دي لقابل على اليمين كان وصل في الكتاب ودابة هادي بعض راهل تحت يعني وصل لي حتى السمطة يعني حتى السمطة سمطة دي السرول تحت شوية غير شوية كنت نقص لي اختي فضاء اللي كان في الضل اللهم اختي ولا شي وحدة واخرة او لما كان يجب ان تكون لديك من المك او لذي تقطع لها حقا لها حقا لها تبدا كم شعرك اول حاجة اللي سوف نصحكم بها إيفيكاسها البنات هي الزيت توم الزيت الثوم والروميرو الزيت الثوم يتبع على جميع الصيدة لا يتبع فيها لما تسوي لديهم يتبع على إيربولاريو العشاب الإسبانيا و أمازون موجود فيها الزيت الثوم لم أكن قدرت بإمكاني الثوم مع الزيت الثوم و يوجد طريقة و يوجد مزل صيف و أمازل الأسبوع و يوجد صفحة و يجب عليه شعير إمكاني شعر أي نسبة إلى التي تقوم بشعر و في الزيت الثوم في الزيت الثوم يجب عليها تحديد تحديد أختي تجربت شعري لا أعرف شعري كثيرا سوف نظر لكم على الوصفة السحرية وصفة صغيرة وصفة قديمة 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 وصفة سوف تفضل وصفة وصفة قديمة وصفة قديمة وصفة قديمة واحدة تحتاجون الحرمل محتمل يسمى باللغة الإسبانية ثاني نحتاجون الحبة حبة الراس هذه حبة الراس موجودة ومعروفة وكانها في المغرب المهمة سوف نحتاج كما كنت لكم حبة الراس والحرمل سوف أكتب لكم الاسم المهمة الثالثة التي سوف نحتاجه هو المرارة للعجل المرارة للعجل في إسبانيا تكون صعبة لتلقيها يجب أن يتوصل على شيء يجب أن تتقل على مرارة لإستقل قليلا لأن المرارة يحصل على أجل ومعروفة لأن المرارة تركز تجري في المرارة للعجل المهمة يجب أن المرارة تكون سام هذه المرارة التي تخدمها في شيء محتاجنا فلا نأكلها لا نأكلها فلا نأكلها في أسرنا فلنأكلها فلا نأكلها كان الناس الذين يعمروا المرارة و يجعلواها تنشف لا نأكلها و نجعلها تنشف لذلك نعرف أن الناس الذين في أسبانيا و أوروبا لم يكن هناك العطارة لتحن ذلك و لا نحضر التحني منها الذين يجعلونها لا تحني ونحن أول late أو خلقها أخرى نجعل الوصفة الماء و المرارة ستحتاجون إلى الماء المرارة و نفتحها و نهزم الماء البلاستيك و لنبتح تبصيل البلاستيك سوف نضع الحرمل و حبة الراس و نضعه في الماء المرارة و نجعله حتى الغدلة لنظر الغدلة سوف تجد الماء المرارة و حبة الراس و مصصات كامل مصصات كامل الماء المرارة سوف نضع الحبوب و نضعه في الشمس و نضعه في الشمس و نضعه في الشمس و نضعه في الشمس و نضعه حتى الغدلة نضعه في الشمس و نضعه و نضعه و نضعه في الشمس و نضعه في الشمس و نضعه في شمس و لا يستطيعه لا تستعملها من بعد لا تتحني فتحانة التي تستعملها لا تتحني فتحانة سوف تضعها في زيت العود سوف تضع القرآة كما تريدها بشكل معلّبات سوف تضع الميكا سوف تضع الحرم مع الماء المرارة سوف تضع الزيت ودائما لكي تشقيق شعارك سوف تضع أصافي نحن نتجنب على الماء المرارة سوف تتطول مع المرارة سوف تغسل بشكل عالم سوف تتحاني سوف تحضر الشعار كما نشعر الشعار يمكن أن تأخذ زيت أوريغان أو زيت زعطر أو زيت زعطر والروميرو وزيت الثوم وزيت الحب السوداء وخلطهم وشعر كونكوم وكما قلت لكم هذه الوصفات التي قلت لكم من ديالتو ما حتى الهدي رائع في كاس البنات تطوروا الشعار وقسمتوه ولكن دائما ديروهم جوجل مرة في الصيمانة واحد مرة في الصيمانة اللي بغيتو اللي نهار الحد الوقت اللي انتو ما كاتتسالوا بنسبة الناس اللي يقرؤوا ولا كيخدمو يقدروا ديرو واحد نهار يعني الحد كل حد بقد ديرو هذه الشعار ديالكم غير رجع غيكتار ما بقاش يتساقط وخدقوني كتغسلي بالماء ما بقاش يتساقط المهمة البنات هذا هو الفيديو اليوم وهذه هي الوصفات التي رجعت بها الشعر حتى طوال منها قطعتوه لي هذه ما بقاش بغي طوالي كان وصل لي دائما في الكتاب وكنت ندامت ودكشي حتى وردني الأم ديالي هذه الوصفة وصيبتها ليا وبقيت كنشقق بها الشعر سافئة البنات وبقاقي رجع لي الشعر كيطوال انتمنى يعجبكم فيديو وإلا عجبكم لا تنسوا لايكات وبسلامحة الفيديو آخر إن شاء الله بسلامة اشتركوا في القناة